انا انا ما بصومش سنة حضرتك كم سنة؟ انا؟ اه عندي اه عندي اه ستة وخمسين بس انا عندي كان حمة التيفوت والمارانية وعندي السكر وعندي الضغط فالدكاترة قالولك ما تصوميش اه اه انا كنت بصوم اه انا جاتلي من الفين وستاشر بس كنت بصوم لما دحلت في غايبوبة اه الشهر اللي فات بقى الدكتور قاللي ما تصوميش تاني ربنا يجمعلك ما بين تمام الاجر والعافية يعني الدكتور قاللك ما تصوميش تاني خالص يا حاجة اه بس انا بطلع فلوس من السنة اللي فاتت بس انا زعلانة اللي انا ما بصومش لا انا اقولك حاجة تفرحك بص يا حاجة انتي وانتي ما بتصوميش دلوقتي بسبب المرض ان شاء الله ربنا يكتبلك ثوابك كاملا وكأنك صحيحة فانتي ما تزعليش وما تجديش في قلبك ربنا رحيم وربنا كريم ليه طيب لان الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في هذا الدين من حرج فخلاص يا ستي بالعكس اتى في الحديث ماذا ان الشخص اذا كان مسافرا مريضا يكتب له ثوابه مقيما صحيحا فخلاص فانتي ما تزعليش ثوابك مكتوب لك ان شاء الله اهم حاجة انا اقولك بقى اهم حاجة وانتي بتعملي بقى عبادة مهمة دلوقتي عندك اسمها عبادة الرضا الرضا ان انت ترضي ومن اهم الرضا ان انت ترضي ان انت ربنا سبحانه وتعالى رزقك بانك انت ما تصميش ويكتب لك السواب فعالممكن واحد ياخد السواب ومعملش العمل اه لما يكون قلبه معلق بهذا العمل ومنع بمانع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اناسا بالمدينة ما سرت مسيرة او قطعتم واديا الا كانوا معكم قال وهم في المدينة يا رسول الله قال وهم في المدينة حبساهم العز فانت حبسك العزر عن الصيام فان شاء الله لك السواب كاملا غير منقوص ان شاء الله وكمان عشان يبقى لك السواب والوداد والوصال الرضا بقى ان شاء الله بالرضاك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرفعك اعلى المقامات نعم